دكتور مروح ايضا لماذا الاجابة فلسطين بسم الله والصلاة والسلام عليكم من هذه القناة المباركة وحي اخواني في كل مكان يسمعوننا به في هذه الامسية المقدسية المباركة واخص اهل الرباط في غزة العز وفي ضفة العياش وفي بيت المقدس اخي اقول هناك انا ساذكر ذكرا خمس اسباب تجعل قضية فلسطين اولى قضايا المسلمين وان شاء الله انه بقي انه فصل بعد ذلك لكن هذه اعتبرها مفصلية في قضية كدسية هذا المكان بداية اختيار رباني الله الذي اختارها لتكون ارض الرباط وارض الاسراء وايات كثيرة ذكرت فيها الان هي اية في كتاب الله والذي سمى المجد الاقصى باسمه الله سبحانه وتعالى هذا يكفيها شرفا اذا اختيار رباني وليس لنا مجال ان نخوض في هذا الكلام ما كان لمؤمن ولا مؤمنة لذا قد الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخير ثم امرهم الامر الثاني موكح الجغرافي كل العالم يريدها ونحن نريدها يقول هارفرد في 2020 وهذه نظرية عنده اسمها اوراسيا يقول هناك اسيا اوروبا افريكيا فيها 80% من خيرات العالم مركز العالم هو فلسطين فاذا اردت ان تسيطر على 80% من خيرات العالم لابد ان تسيطر على اوراسيا ومركزها فلسطين ويؤمن بهذا بريجينسكي وكوندر رايز ومعظم زعماء امريكيا الامر الثالث تعلقها باخطر عدو للمسلمين نحن الله يرتب لنا الاولويات لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود اليهود اين هم؟ هناك اذا اذا اردنا ان نخلص من كل مشاكلنا كمسلمين لا بد ان نتخلص من هذا العدو الصهيوني الامر الرابع كدسيتها في القرآن والسنة وهذا امر يطول يحتاج لمحاضرات كما ذكر اخي واضافة الها كما ذكرت يكفي ان اية في كتاب الله سماها رب العالمين وهناك احديث كثيرة يكفي دعوة سليمان لا يدخل هذا المسجد احد لا يريد الا الصلاة فيه الا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه واخيرا خامسا اخي اشراط الساعة كلها على الاطلاق تتعلق بفلسطين لان الكل يريد بيت الامر بسلاة اشتركوا في القناة